اشتركوا في القناة في حقيقة كان أخضر في عيون الفلاحة الكبار ولكن بالنسبة لفلاحة الصغار كان كاريتي ورمشيحنا اللي كان نقول هذه التقارير اللي كانت تقول هذه الشيئ دابا جيتونا بالجاي الأخضر نتمنى الله سبحانه وتعالى أنكم ما نعودوش نكرروا ذلك الشيئ اللي وقع ذلك للمرة ونحن كنا نتكلموا على الدعم سيد الوزير وراء جلالة المالك قال لكم نصفوا الفلاحة الصغار ما قال نشطحنوهم راء جلالة المالك جاقلنا تصدّاوا المضاربات وتصدّاوا الصمصارة ولكن لم يكن تشير رؤية واضحة في المجال راهي أكل بحل الدعم ديالة السنة الفائتة معنى ما نديرو بها سيد الوزير استاد المليار ونص استاد المليار ونص مشتفقات غفة إعادة الجدولة وفي القرد الفلاحي وما تبقى مشتف أعلاف ضعيفة الجودة وكين لم نلحقها شقاعد بالنسبة لثلاثي الإنتاج اللي أنتكت تكلم عليها سيد الوزير تكشدين لحمته وسببه بسبب تلقي حصصيناعي وسببه أربع سنين راهدك مشكل خاصو يتحل فتجاه آخر بالنسبة لذي رأيك تستهلك المرة ما خاصت لش فقط ترفعوا عليها الدعم ولكن رخصنا نحيدوها في مرة في ظل هذه الوضعية الحالية سيد الوزير الفلاح الصغير الآن خاصوا الدعم المباشر وشقدين تبدلوا الدعم المباشر أم لا وشقدين تكونوا في مستوى تطلعات جلالة الماليك هذا هو السؤال شكرا